السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في برنامجكم أحلمنا الجميلة الذي يتكلم على رموز الرؤى والأحلام وبعض تفسير الملامات للسادة المشاهدين نتكلم اليوم عن رمز من الرموز الرمز الجميلة في علم الرؤى والأحلام هذا الرمز الله جل وعلا ذكره في القرآن هذا الرمز ذكره أكثر من مرة في القرآن الكريم وهذا الرمز هناك اسم صورة في القرآن كاملة من أكبر صور القرآن بل أكبر صورة في القرآن الكريم سميت بهذا الاسم يدلل هذا الرمز البقرة في المنام تفسير البقرة في المنام إيه؟ البقرة في علم الرؤى والأحلام خير واللشر البقرة البقرة لها قصة جميلة عظيمة من أعظم القصص في القرآن الكريم مع سيدنا موسى عليه السلام فاللي شوف البقرة في المنام يدلل على حدوث أمر من الأمور فيه الخير العظيم جداً لمن يراه في المنام بوجه عام اللي شوف البقرة في معظم الأحيان فيه الخير وبعض الأحيان يكون عكس ذلك بعض الأحيان اللي شوف البقرة في المنام يبين على الفتنة ويبين على التآمر والدسيسة والخذيعة بعض الأحيان البقرة تبين على الجهل والتخلف لإما إلى صاحب المنام لإما للمنحقين بصاحب الرؤية لو واحد رأى في منامه بقرة تزبح زبح البقرة في المنام تأويل إيه اللي يرى في منامه زبح البقرة سيحفظه الله جل وعلا من البدع والخرافات والأبطيل زبح البقرة في المنام يبين على حدوث أمر من أعظم الأمور إلى صاحب المنام يعني صاحب الرؤية لما يشوف البقرة مزبوحة ده في أمر من الأمور سيكون خير عظيم جدا للرأي ولكن نوعية الخير إيه الله أعلم على سبيل المثال لو آنسة يذل على الزواج ولو متزوجة يبين على الحمل بعض الأحيان البقرة في المنام تبين أن صاحب المنام سيمم الله عليه بصفر ولكن رزقه سيكون رزق بطيء قليل كذلك الذي يغرى بقرة في المنام وهذه البقرة تسير في الماء يدل أن صاحب المنام سيتعرض إلى محنة معنا أول اتصال أم عبد الرحمن فضل يا أم عبد الرحمن السلام عليكم يا شيء إبراهيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عبد الرحمن كل سنة وحضرتك طيب صحة وسلام يا فندم والله يا شيخ بنت حلبة حلب أن والدها خد شبكة كده من البحر مليانة سمك كبير بتاع 16 سمكة تمام وهي رح تلاقي سمكة كبيرة رح تمسكها في إيديها ورح تحطها في الشبكة مع سمكة اللي والدها أستاذه هي بنتك سنة كم سنة مع عبد الرحمن عمدها 27 سنة آنسة آه آنسة ده سيمم الله عليها بالزواج وهذا الزواج سيسعد الوالد أو سيسعد أفراد الأسرة والله أعلم الشيء الثاني نوع من أنواع الرزق الطيب الجميل الحلال المبارك لكم جميعا والله أعلم يا أم عبد الرحمن يتفضل يا أم محمود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمود صحة وسلامة يا فنلم خليك في مكان في شبكة يا أم محمود عشان نسمعك كويس سامعك إن شاء الله لو خاط بالأعمار الحلمي ده ما تقولهوش يا أسيح لو إيه لو خاط بالأعمار يعني يا أسيح تقول يا رب يا ستي ونعم أهو الحاجة يا ابني حلم إن جد المتوفي جال في المنام بيبكي جامد تمام وابني بكى معاه بكى معاه آه بيبكوا مع بعض وحضن وبعض تمام وجده بيقوله إيه إحنا حجينا طبعا في الصعيد هنا في القرى بيقوله إيه لما حد بيتوفى الدوام لله أثنان تمام فجده بيقوله إيه الدوام لله أبخته تمام على إذنه تمام ده جده اللي بيقوله الدوام لله أبخته تمام وبيبكي وابني بكى معاه وحق من بعض تمام بس ابني بيقول ايكا ابني بيبكى على جدك يعني اللي هي امي برضو المتوفي انت منين من الصعيدة ابو محمود من نجح حمادي اهلا بيكي واهلا بنجح حمادي الكرام احسن ناس على مستوى الجمهورية يا ام محمود الله يزارك تيك يا سيخ بس كده يا سيخ الله يخليه لاب هو الرؤية معلقة بالاعمار اقول انا ما اقول هاش لا ما اقول هاش لو كان فاخير اقولها لا ما اقول هاش اقول ايه اقولها دا يدل ان ابنك عمر طوي سيعيش عمرا كبيرا الشيء الثاني ان ابنك سيكون من اهل الحق ليس من اهل الباطل يعني لن يأكل حرام ولن يذهب الى الحرام ابدا الشيء الثالث البقاء تفريج هم وتيسير امر موضوع البقاء الله والكلمة التي ذكرت ربنا سيحفظ ابنك من النصائب والاحذان فقول الحمد لله فالرؤية جميلة لا تزعج ولا تقلق يا ام محمود والله اعلم اتفضل يا ام مريم اهل والسلام عليكم حبيد الشيء وعليكم السلام اهلا وسهلا لو سمحت معي حلم حلمت انا انا ام و جاعدة بيات انا و انا فمسانا منه كنا راحين فرح تمام فعدانا على بير عدانا على طريق فيها جمهور زي جمهور اللاعبين الكورة كده جميل واحنا ماشين والشغالين يقولوا هاي هاي ويعني وبيبستوا علينا احنا ماشين تمام بعد كده عدنا ماشين في الطريق بعد كده جينا عندي طريق محفورة يعني شفر شفر في الارض كل فيه كل يبين حفرة حفرة حتى يعني فالناس اللي معايا مسوا سابوني يمسوا لأدام يعني تمام بعد كده انا بقيت اخطي الحفر دي واخطيها وامسي من عليه يعني ولا حفرة وقاستيها نعم بعد استغلت ونطع الحفر كلها بس كنت خايشي وكان فيه جنود من العساكل يعني وقفين في ارض جيش كده يعني وبعد كده هم المسيح سابينو انا عايز احصلهم فما حصلتهمش وكان الطريق مليان حفر وكنت خايش تمام بس على كده هم المسيح يعني سيحفظك الله من البلاء وسيحفظك وسيحفظك الله من النكة من النكة والفتن يا ام يا ام مريم والله اعلم اتفضل يا عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي كل عام وحضرتك بخير وحصلة البرنامج بخير وحصلة البرنامج بخير وعمة لا اله الا الا الله من مشاركة المغربة بخير يا رب يجعلها ايام خير دايما علينا دايما اللهم امين يا رب اللهم امين وزيد عليهم اسأل الله جل وعلا ان يمنوا علينا بنعمة الابنة والامان في مصر اللهم امين يا رب اللهم امين اسمح لي بس يعني احنا سعداء جدا 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 كأسرة جبريل والدي والدي جبريل وامي ام جاد ام جبريل احنا كأسرة سعداء جدا بوجود حضرتك في القناة وسعداء جدا جدا والله بعيدا عن اي حاجة لا ريا ولا مجاملة من اي نوع ولا اعرف اي فرض البرنامج لكن بغشيت جدا بحسن الادارة باخلاء الادارة بثنيات وجمال الاخراض اللي بيقود برنامج حضرتك رب اللي بيدل على توفيق من الله سبحانه وتعالى والحب اللي بيدمع ادارة البرنامج وبشكر وبقدي تحية خاصة وارجو كبولها لمخج البرنامج اسأل الله ان ربنا رزقنا ويرزقهم الاخلاص يا عبد الرحمن اللهم امين تسمح لي بالرؤية حضرتك الله يكرم حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم حضرتك انا شاهدت ان واقف في مكان ما في شارع او في طريق وملازم او مرافق لرحمة الله عليه الفنان المحترم بين اياد الله نور الشريف جميل بس نور الشريف واقف حالة شبابية عفية واقف كأنه فتى الشعر الوجه الحالة الجثمانية في ريعان شبابه وانا واقف جانبه اعوذ بالله من كلمة انا دنيا ودي واقفين بنعترض اللي هم ماشيين مخالفين نعم فوقف واحد بيقول له فين اوراقك او الرخصة بتاعتك فعايز يتأكد من اه من ان هو مش مخالف تمام واقف جانبه انا كنت واقف جانبه فاللي واقف بالعربية ده بجل ما يطلع الرخصة راح جايب اه صنية او طبق عليه فرخة كبيرة جدا مستوية بسم الله ايه ما شاء الله جميلة جدا 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 تمام وانسحت منها الرز مستوية وقدمها للفنان نور الشريف وانا واقف جانبه خدها منه الفنان نور الشريف واقف جانبه بسم الله ما شاء الله خدها في طيب خاطر بسعادة ببشاشة كبيرة جدا تمام كاني مدور على حد مخالف او لو في حد مخالف فشدتي الابزاء لكن مدربتش رصاصة وشفتي ده هو كان في العربية ده اللي هو جاي بالفرخة وقدمها للفنان نور الشريف رحمة الله عليه واقف بس يقصلي بنوع من الايه بنوع من الحيطة والحذر عن بعض والحمد لله برضو كنت واقف حالة طيبة فيها فوقين جسدي اللهم لك الحمد والشكر تمام اتفضل حضرتك اولا كلمة نور ان ربا حجعل في حياتك النور وانت انسان واضح تحب اللف واتحب الضوران انت انسان صريح في حياتك كلمة الشريف انت انسان شريف وانسان عفيف سيحفظك الله من المحرمات وسيحفظك الله من الرزيلة لا نجامل احد كما قلت في بداية المنام لا نجامل احد ولا ننافق احد على حساب الدين وعلى حساب اشياء مكتخل للنسان لا يدخل النار نور الشريف من الفنانين الذين توفاهم الله والله جل وعلا اظهر لنا في كثير من الرؤى ليس رؤياك انت يا عبد الرحمن بان هذا الرجل الفنان الجميل الذي اشتهر باعماله الطيبة الجميلة الهادفة في اخر حياته المنام وبعض المنامات غيرها من بعض السادة المشاهدين تبين انه في مكانة طيبة جميلة عظيمة عند رب العالمين في بعض المفنانين والله توفاهم الله متأتي من مات تبين بانهم في اعلى الدرجات واعلى الاماكن كذلك نوع من انواع الرزق لك انت رزق طيب جميل حلال مبارك والله اعلم اتفضل يا هاجر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي تقوموا لي امر يا هاجر نعم نعم دخل محلة سير بطيخ تمام فجابت لي بطيخة كبيرة وعالية ججد كبيرة كده وقال لها ايه دي بطيخة خلاص دقيق فبادقها لقيتها كمية كبيرة فقال لها ايه دوت ده دكبير اول طعم مش حلو فقالت لها لأ انا متعايزة من دوت فانعايزة من الصغير ده فكنها كانت هجيب له كده فاني ماشى اشتريت كيك لبن فقالت بطيخة انت مش اشتريت ليا لبن فقالت لها اه اه اشتريلك بس انا من كنت تعالت بنت ايه عايزة فقالت لها دوت دوت اه اكل كيك لبن ورحت لديها كيك لبن دوت ديت اول رؤية يا هاجر انت ما تعاني من تعب او تعاني من مشاكل او خلافات لا الحمد لله لان البطيخ نكد يا هاجر البطيخ نكد ولما يكون كبير ده نكد شديد جدا ولكن لما يسكر اللبن لما يسكر اللبن مع البطيخ يدلل ان ربنا لاطف لك في بعض الامور في اشياء معين الله ابعدها وازالها عنك وخففها فاقول الحمد لله اتفضل يا ندا عليكم السلام عليكم يا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ندا كل سنة انت طائب يا سيخنا صحة والسلام يا فندم حلمت يا سيخنا كده قبل عيد الأطحى باسبوع كده اني خاله جايب لي خروف ويضح له البيت وكده فقال لي ما تخرجهوش تمام تمام وبعد كده حلمت حلم تاني لا لا جيد يا ندا ندا ايوة انت انسة اه انسة سيمن الله عليك بالزواج ابشي رقول الحمد لله قلو رؤية تانية طب حلمت اني اخويا تاني يوم كده جاب لي سمك في كيس بس ساجع سمك بس سائع تمام اه بس كده اه بس كده انا صوت يا سيخنا اختي مع حلم صغير بس عادت قلونا دقيقة يا ندا الاصلح حنة وحالك ربنا اولا السمك دي رزق اه ولكن لما يكون السمك سائع ده رزق مش يكون فيه نكد لان بعض احيان واحدة يجيده رزق ويكون عكننا يكون فيه النكد والمشاكل والخلافات والضيق وقيسة على هذا المنوات خلي اختي تقول رؤية التالتة اه طب ماشي سريعا بسرعة لو سمحت اهلو ايوان فضلي ايوان سخنا احلمت ان في البستان لك كده لمؤاخذة شفت باسود فطويل علي ورا وقدام تمام اه في واحدة قالتلي لو مزاي كدك اختري لك واحد من الكارتور وقلت لها مس عاجبني راح اتجرتلي خلاص لها عاملك واحد على كدك على ايدي تمام بس كده انت طبعا انسة اه في حال تقدم لك للزواج قبل كده محشش نصيب اه يعني كانوا متكلمين وكده فا احنا مردلان قلت الحمد لله انه محشش نصيب لانه غير مناسب لك بالمرة اه ماشي غير مناسب فقل الحمد لله انه لم يكن من نصيبك والله اعلم تمام فعلم الرؤى والاحلام ده ربنا ما يجب لك رمز او يجب لك رمز من الرموس في المنام يعرفك ويرشدك باشياء كثيرة جدا انت لا تعرفها في الحقيقة من شوف رؤى لبعض من الناس تأتي اليهم في مناماتهم تبين لهم الشئ جميلة عظيمة وفاصل ونواصل معكم فانتظرونا وارجع للكم بعد الفاصل ومعانا هاجر فضل يا هاجر سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احسن بقى حضرها احلمت بستي تمام بستي المتوفية قاعدة بتنظف فراخ وبتقول الفراخ دي انا هنوضفها الهاجر وكانت يا هاجر بتنظف فراخ ولا بتنظف حمام لا فراخ تمام كميلي وكانت الفراخ دي كبيرة ومشاء الله شكرا حلو او تمام في واحدة ما لاتعمل بتقول لها تم تتجابي لها الفراخ اللي هي الصغيرة دي قالت لها لا انا هعمل لهاجر دي بتوراعت لها لا انا هاجر هتاخد السجيرة دي وهي هتاخدها برضا توراحت انا مروحة الوالدتي وجاهدة عيش العيش دوة انا كريا دي اتني الوالدتي يعني يعني لاتي السجيرة عيش فراحلها اشترت لها لبن فتكي السيء المتوفية دي بتقول لي قال اللبن دوة تجيل سده لامك يعني اكلي كده العيش دي اللبن دي بتاعها تمام واني ومش غرياءة عيش من اهدي الوالدتي فقاطة الام morte المتوفية دي وامي وملأت عمي سريت وهم مع بعض فهي واحدة جار ياнимاء انا اتي hanzoها همانا اتقبط عليهم همانا اتقبط عليهم فوقولي السَّkung class سيء لنا اللبن دوة همانا اتقبط عليك انغ唐 existential انثو ciruge قالت قالت كانه مش عيش يبتحله وأنا جد اللبن دوات لهم مصر أنت آرسة يا هاير لا أنا دام أنت مدام ما تعالي المشاكل أو حاجة لا الحمد لله أقول الحمد لله أولا الجد المتوفى في راحة وفي سعادة وفي نعيم وفي الجنة الشيء الثاني موضوع العيش رب نحاجع لك العيش طيبة جميلة عظيمة لك في الأيام القادمة اللبن يدل على نقاء وصفاء وطهارة قلبك موضوع الفراخ في أمر من الأمور أنت كنت تريده ولكن لم يتحقق ولم تجد فيه المصدقية ولم تجد فيه الشيء اللي أنت كنت عوزاه في حاجة معينة في حياتك يا هاجر لم تجدها على ما يرام إيه الأمر ده الله أعلم أسأل الله أن يحفظك ويصونك الفضل يا أم زيزو أم زيزو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لات وقت التلفزيون أم زيزو حاضر يا شيء كل سنة وحضرتك طيب يا شيء صحة وسلامة أم زيزو ماشا عندي يا شيء وقيتان صغيري فضلي تموني أمر ماشا أول رؤية أختي حلمت أن حماية المتوسط جاي لبس أبيض صبيض وبيقول لي بنتها عمرها عشر سنين تعالي معي سراها هاخذك في مكان أحسن من اللي أنت فيه وما رضيتش طرف معاه فشافت زي ما كنت جدها تار في السماء زي ما كنت لي جنحان بيد وخادح أعيض صغير ملشوف لفا بيد ده أول رؤية يا شيء أنت يا أم زيزو معاك أولاد تاني لا أول حلم يا شيء لأخت مشليا آه لأختك هي معاها أولاد معاها بنتين معاها بنتين سيمن الله عليها بالولد اللي آخر رسالة ربنا حديها ولد أم زيزو ماشا الله البنت عمرها طوي ستعيش عمرا كبيرا ماشا الله الجد المتوفى في مكان عظيمة جدا وهناك أجر والثواب وصل إليه في قبره يا أم زيزو ماشا الله ممكن رؤية تانية يا شيء اتفضلي طيب يا شيخ الرؤية التانية اللي أصلا على شيدنا محمد هي حلمة يا شيخ الوالدة اللي هي أخت برض إذا ما كن هي يا شيخ ماشي على جمر من مار اللي عايز بله على الأرض بس هي رجلها مش بتتلسع ولا حاجة من الأرض زمان وبتحاول أن هي زي ما كن تمسك في حاجة زي خشب أو حاجة عشان الجمر أو النار اللي زي احترق لها ده الرؤية هو في حد عمل لها مشاكل؟ هي مشاكل كتيرة يا شيخ ما هي النار متعدى عليها ده يا أم زيزو بس هي الحمد لله اللي بتقول إن رجلها مش متلسعيش ولا أي علاقة ما ملاش علاقة إنها متلسعيش معناها إن هي جاعدة سليمة إن هي معفوظة من رب العالمين بس في حد عمل لها مشاكل وعمل لها نكد وميخلها بعض الحال ما تنامش الليل وعيل الهم والآن وعمل لها أزعرين في حياتها ودي أصلا بطبيعة الحال يا أم زيزو وتكلبنا في هذا الأمر كثير جدا قلوب الناس المريضة اتفضل يا هاجر اتفضل يا هاجر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يمكن لو سمحت حينين صغارين اتفضل يا أم هاجر طبري أمر أم محمد اتفضل يا أم محمد هما في الكولتروجة لإله هاجر لا أم محمد اتفضل يا أم محمد اتفضل يا أم محمد اه حلمت إن أنا ايه وقفة في المسجد الحرم النبوي تمام أنا وبنتي وواحد سعودي لابس اللبس السعودي للعجال تمام وهي وقفة في الواق ويعني ايه وانا في جنب والسعودي ده في جنب وقال لها مبلوك انت فضت ب يعني خدي دعوة خدي يعني حاجة زي كده تمام قال لها انت فضت بيها بس وهي بنت بنت دي هاي يعني مريضة يا أم محمد نعم انت رويت عمرة قبل كده ايه والحمد لله صيمن الله عليك بمرة ثانية حتروه عمرة تاني اللهم صلح وإن ربنا ربنا حيسعدك سعادة عظيمة جدا في أولادك أسأل الله جل وعلا ان ربنا يشفي ابنتك وان ربنا يعطيك ما تريدين والله أعلم يا أمو محمد الله يباريك لك لديك الصحة اتفضلي 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 يا هاجر تواصل تاني على أمو محمد اتفضلي يا هاجر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استيخنا أنا حلمت بنت خالح المثلي اني أنا بوريح شقتي الجديدة تمام والشقة بتاعتي بقول لها بص الأمتري ده أحلى من الأمتري الأولين بتقول لي كان شكل حلو جدا والشقة بتاعتي مليانة سجاد يعني شقة جديدة أنا معرفوش مش بتاعتي يعني بس هاي في الحلم بتاعتي تمام وان الحيطة مليانة سجاد ودخلت المطبخ بتاعي لقيته واسح جدا وشكله حلو أنا أصلا يعني حالين يعني هنتصل عن جونجي تمام ممكن نقول لحرك حلم تاني؟ بجيجة هاي لاصلح حنا وحالك ربنا صد الحضر لك انت مجوعة تلفصل على زوجك لأن هناك أشياء في حياتك انت شايف زوجي الغلطان مئة في المئة بس انت ممكن تكون غلطانة وممكن يكون الخلافات اللي بين يكون بين زوجك مفيش خلافات من أصله وانت تظن ان هي خلافات عميقة لندخول هذه المرأة عندك وما ذكرتيه وما قصتيه من الشقة والمكت والفسح وما شابه ذلك ده ربنا منى عليك بكثير من النعم نعم عظيمة جدا بس انت ما عرفاش النعم اللي انت فيها وده رسالة من ربنا ان في حد عملك شاية او عملك اخطاء في حياتك فما تدخلوش حيا ما حده لكم في الشئة ما تدخلوش حياة خاصة بكم توروها الى الاحباب والاصدقاء للعمة للخالة للاختة وما شاب ما يجي عليكم وواحدة تقول لي ده هو غلطان مية في المية اسمع من لسانها هي ألقاها كلها اخطاء وحياتك كلها مدمرة بسبب اشياء تافية فهماها فهم خاطئ في الحياة يا هاجر انا مش عادة اسمع تفاصيل انا متكلمك عامة ونصيحة عامة اللي مش ليكي لكل البشر في الحياة الفضلي بل حركة شخنا يعني الانطري ده ايه مش الانطري الانطري والسجاد والقوضة الفسيحة وما يقيل انت ربنا اداك نعم وانت فرط في هذه النعم بسهولة ربنا اعطاك نعم في حياتك وانت لا تحصين ما انعم الله به عليك يا هاجر في كثير من النعم سمعني سمع حريتك يا شخنا فعيدي حساباتك مرة ثانية يا هاجر حوضر يا شخنا ممكن اقول حريتك الحلم التاني تؤمري امر ممسي حلمت ان هي رايحة ان انا رايحة اشتري حلق جديد الحلق البتاعة ده بيقول لي ده ب1000 جنيه فممسي قالت لي انت مشتريتش ليه الحلق ابو سبعمية وخ ما جبتش ليه معك فلوس زيادة فقالت لها انا معايا سبعمية وخمسين جنيه فقالت لي هات الحلق الصغير بتاعك ده حلو ده هيعمل فلوس كتير تمام بس يا شخنا ده ربنا حتملك امر من الامور يا هاجر وربنا حيعطيك امر من الامور انت حتكون سعيدة بيه وربنا حكمله لك وحتمه لك على خير والله اعلم ماش يا شخنا معلش حلم اخير لا معلش يا هاجر لان معانا مكالمات كتيرة وحقولها حشان خاضرك انت يا هاجر قصة حقولها يعني سريعا كده اسمح للمقرج في مرة واحدة سيدة ما تكلمني متزوجة اتنين وعشرين سنة والله العظيم الذي لا اله الا هو ليها اتنين وعشرين سنة وطلب الخلع من الزوج طيب انت طلب الخلع من الزوج ليه هو زوجك بخيل تقول لي لا ده زوجك كريم جدا والله العظيم تقصم لي بالله لو اردت اسكريم من فرنسا يجيبه لي بالطائرة قال لا معانا هو كريم وحالة المدين مرتاحة جدا بابهو يكون اصلا سمحيني في اللفظ مش راجل يعني ما عندوك القدرة على حاجات معينة تقول لي لا ده مية المية لا بيكون كذا تقول لي مية المية كذا مية المية امال يا فندم لو هو كامل من مجميعه كذا امال انت طلبه تقول له عليه قالت لي يا مولانا انا متجوز ليه اتنين وعشرين سنة مفيش في مرة من المراد قال لي لا ابدا قلت لي لا لا وقفة هنا واضحي لي قالت لي كل طلباتي مجابة من الالف لليا مفيش مرة من المرات قال لي لا ابدا يعني انت طلبت طلاق والخلو عشان كده قالت نعم اسأل الله جل وعلا لنا الرحمة وصلاح الحال تفضلي يا ام احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام احمد معاي من مين يا حب تفضلي سريعا يا ام احمد عشان وقت البرنامج او المنام اهلمت نفسي حامل ومعاي بص صغيرة على قد تمام بص كده بقى دقيقة واحدة الحمل في المنام يدل على البشر رأينا ربنا سيبشرك بالخير يا ام احمد قل رؤية تانية وقت التلفزيون يا ام احمد والحمانات التانية نفسي حامل وحاسة ان الحامل يعني ببطني صغير تمام حاسة بي في المنام بس كده بس كده وفي غنى ونام يعني مش منام وفزع ما ليس عايزة اقول لك اشيء ضروري معي قولي يا ام احمد سريعا يا ام احمد شوفت ان الجاذي يعني انه هو مش جاذي جاعد في المال انا ونام يعني اتفزحت من النوم وشوفت انه مش هو داعتي بمت نورت النور و اتفزحت كده يعني لقيتين مين يا ام احمد لقيتين جن يعني شكله غريب كده بس كده المنام ده يا ام احمد مكرر معاكي ولا مرة واحدة بس مرتين مرتين جيف اوقات متباعدة ولا جريبين على بعض ام احمد تواصل معنا ام احمد لا نفصل ام احمد عشان من توهش البنت زي رؤية الاولى بشرة موضوع الراجل هو ينامجن بيك بجوارك وهذا ليس بزوجك او انت تجعلين ان هو زوجك ولكن يطلع عكس ذلك هناك اشياء لم تكمل لك في الحياة يعني بعد الحياة واحدة يكون عاوز حاجة معينة من واحد لعشرة وظالف رقم عشرة لا هناك نقصان في حياتك ولكن ما هو هذا النقصان الله اعلم معنا ام عمر فضل يا ام عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام عمر لو سبحت يا سيخة معايا حين ما اقول لنحضر فتفضليت امو الامر يا ام عمر الله يكلمك اخت جوز وحين كن جوزي واخويا انا بيقصى لحمة حمير ومجيزة بقولها ده احنا هنفل يا ام عمر ايو انا انا مش انا مش فهم حاجة منك يتكلمي بالراحة وعلى مهلك واحد عخت جوزي حين كن جوزي تمام ان جوزه بتقطع لحمة حمير واخويا انا في اسنان حين بيقوله بتقوله ما اللي بتقطعوه ده قال انا استان استاند احنا انا نبيع وانكسر هو جوزك شغالية امو احمد واخوك شغال ايه واخويا شغالك يعني في شركة صرافة فحصل حصل مع مشكلة اليومين دولة يعني وجوزي شغال مبايد معها هم التنين لابد انهم اخوك وجوزك يفتشوا لهم في الحياة يفتشوا في الحياة في حياة فيها خلل يا ام يا ام عمر تقريبا ام عمر في حياة فيها خلل يفتشوا من ناحية يعني الدين ولا الدنيا اه الدين والدنيا واحتمال يكون هناك يعني شيء من انواع الحرام يا ام احمد والعياذ بالله لابد ان الاخ والزوج لابد انهم يبحثوا في الاشياء التي يأكلوها ومن الممكن ومن الممكن يكون هم الاثنين مقصرين فيه امر عظيم زي سلطة الراحم يعني مش لازم برضو اكل حرام ومن الممكن انسان يرتكب شيء في الخفاء لا يعلمه احد ولكن هو شيء عظيم هو الانسان يستهين به كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام لما مر النبي على قبرين يعذبان فالنبي عليه الصلاة والسلام ويتني يعذبان في النار الاول كان لا يستبرئ من بوله والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة اسأل الله ان يحفظنا ويصوننا ويرعانا جميعا والله اعلم ام عبدالله تفضلي ام عبدالله يا ام عبدالله يا ام عبدالله خليك ما كان فيه شبكة ام عبدالله لو سمحت ما عشيح شبك اقول لك حلمت حل العزم اقوله لا يا سيدة اموا لي امر متنكلمان اليه تفضلي الا امر اللي حلمت الورداي عنده سبح سنين عرب اللي بركلك فيه الله خليك حلمته ان هو باعد واجف في طرقه مهيح مهيح قاتل جوءه في جمعه تمام وهو راح يغرق بيمديل ايده وانا بسحب وبقول الوضع يغرق جسلا يسلعت وقص جسلا خايفي عليه وبابص حواليه اللي جيت سمك حواليه كثير سمك حواليكي اه سمك في الميه والوضع راح يغرق مهيح تمام بس وانا بشيتش ايده وبعد كده راح يغرق مهيح يا ام عبدالله اه صبت هو والدك مشاكس في الحياة شوية ماله مشاكس في الحياة يعني متدلع شوية اه والله اش حاجة والله سبيه على حاله لان والدك سيكون له شأن عظيم جدا وابنك سيمن الله عليه بالفراء بالغنى الفاحش موضوع انه يكون شائي وما شابه ذلك يقول احلانا صدوع ان نكون شاك لان كلمة الشاك دي كلمة صعبة ده اي اي طفل يكون كده فلابد نحن نتعامل بالاطفال بحكمة والله اعلم يا ام عبدالله السلام عليكم ايه والسلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت عندي منامزه غريا كيف اتفضلي تمولي امر مين معانا يا فنة ام ملك اتفضلي يا ام ملك لو سمحت حلمت ان عم انا متوسف عم اصل متوسف حلمت ان هو قاعد في حتة وعمل ومتغط كده يعني ومش باين وشه بس متغطي بس هو عم المتوسف تمام لقيت جنبه زي يعني طانية ساها منجاية كتير 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 بس مش قدام وخريفه كده فانا كل شوية ادق منجاية وقل ود للناس وقلهم ده طعمها حلو ده طعمها حلو فانا خدت واحدة وكانت منها ففي نفس الحلم ابن الثغير فيه كلاب كتير والكلاب الكتير ده هتعض ابني فقومي رح تحصل عن ابني ده اول حلم هو عمك كان صالح يا ام مريم يا ام ملك عمك كان صالح جدا 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 ده هناك اجر وسواب عظيم لا يتوقع ولا يتخيله احد في الوجود وصل اليه في قبله وابنك ربنا حيحفظه من الاعداء والله اعلم اتفضل يا ام محمد ايوه حلمت انا ان انا مسيح في شارع يا شبنا ام محمد ايوه انت ان انا مسيح في شارع شارع عموما كده ودخلت محل بيبيع هدوم فروحت وقعدت في المحل على الكرسي تمام لابسة لم اخذها هدوم ايه داخلية وبعد كده فجأة لا لا يا ام محمد ايوه لابسة اه لون اخضر منابس داخلية لا يعني اه جميس بيتي كده قولي جميس بيتي يا كده مش منابس داخلية اشترك في ده يا ام محمد كملي جميس بيتي كده تمام وبعد على المحل جاعدة في المحل بتاع الهدوم ده وبعد كده رحت وقلت له فجأة كده انا بصت عالس جت اقول ايه ان انا بجاعدة بيدي يعني ايه اللي مش يبيدي ده فجأة جيت روحي لابسة اخمار سترني كلي خالص تمام وبعد كده رح الرجل اللي في المحل رح جال روحوا بصوا عليها لاحسن ايه يعني قالت كنت اخد حاجة من المحل ولا حاجة رح الرجل طلعب تقولي لو كان محلك ده كله ده هد ما يلزمنيش ولا اعمل ولا ااخذ منه ابدا ولا يعني انا اصلا في طبيعة ما اقبلش الحرار تمام بس انه هم خدت بعضية ومشيت في الشارع انا الجلية واجعانا بقدرش امشي الجلية تعباني يعني اصلا انا في الحياة تمام ومشي في الطريق وبعد كده جيت ناجل بتاع ساركها فرجيت الرمان يعني مش حلو كده وشفت ابعد كنت اشتري لجيت الحاجة مش كويسة وبعد كده افتت مشيت جلت اده ده اللي جربت وصل بيتي وانا بامشي ورجلية سالينة ومشيت ورخت على بيج يا ام محمد نعم وفي حياة كثيرة في الحياة مش عايباك يا ام محمد ابدا والله ده مرضى من الكل عاطوني ربنا ده عندي بيتي مريضة وانا مريضة ورادية بكل كتبهول ربنا بقول الحمد لله على طول ام المرجلين اقدر رمان يا ام محمد ما رمان مقبلنا ما جربت عليك ده ربنا حيحفظك من الناكل وربنا حيحفظك من البلاء وربنا حيحفظك من الفتن اسأل الله جل وعلا ان يجعل لك الشفاء في ابنتك امين وموضوع الملابس اللي ذكرتها ده يدلن ربنا حيصطرك ولن يفضحك ولن يخزلك سترة لك في الدنيا اسأل الله ان يسطرك في الدنيا قبل الاخرة والله اعلم اتفضل يا ام محمد اتفضل يا ام عادل ايوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام عادل اقول حلم على طول يا شيف ابراهيد ماذا اتفضل يا ابرحتك وعلى مالك ام عادل ماذا بقول لك انه لسه مدرح طيف الحلم ده في الصفح حلمت ان انا متواجدة في مكان كبير كده وفيه راجل كبير شخص كبير كده شكله زي ما يكون تعبين فالراجل ده انا اعرفه تمام اعرفه والخط مقصوعة بان ثلاث سنين معاه والراجل يعني ايه زي موقت الراجل ده بيقزي ناس يعني بيقزي ناس وبيعالج ناس حاجة زي الدكتور هو بيعالجه بيقزي فان بارح شفته انا معرفش ان كان عايش انه ما يستطيع بيقزي بيقزي فان شوكت بان بارح ان نحكي اللي انا قبل ايه ان ده انا كانت بيقزي ولقيته جاي جاي بيهجم علي مرة واحدة ومثنت لا تجري لا تجري لا تجري ازا معرفش زي ما شونت بيه عدل في رجلي كده جميع تجري فهو انا بجري حفيت اني بطلع على الاسطح على بيوت بخطيها من يعني من سطح السطح عمالجري لغاية تم وصلت وانا بجري يا ابن الشيخ لقيت زي ما يكون الحيطان قدام مني زي ساك حيطان غريبة وشكلها ذهبي كده وغريبة فاضلت عاجل اجري وغاية تم عزيت ووصلت الغاية تشارع من اللي احنا عايشين فيه اللي انا عاستدور قلت الحمد لله يا ام عادل ايو ام عادل في حد اذاكي في الحقيقة ما هو ده هو اه ما اتذكرش اسمع بس انا مش اسمع ان كان لست عايش ولا مات اخر كلمة قلتها انت في الاخر في المنام الحمد لله قول الحمد لله او انا شبت كده والاصل ان المنام ربنا المنام يبين ان هناك نوع من انواع الاذى الشريط جدا والله جل وعلا سيحفظك بحفظه فقول الحمد لله يا ام عادل الحمد لله معانا اسلام او فضل يا اسلام ازاك يا فضلك الشيخ الحمد لله حبيب الغالي ازاك يا سيد ابراهيم عملي يا شيخنا كل صدا وان طيب يا اسلام رب انا اكرمك ويبارك فيك يا باشا فضل حبيبي وانت طيب معال باشا سين ابراهيم اي اسلام ايو يا شيخ وقض التلفزيون اول كده يا اسلام وقض التلفزيون ماش اي باشا تمام كده يا شيخ تمام بس بتقول شو النبي يا اسلام قول لا اله قول لا اله الا الله لا اله الا الله اتفضل قول المنام عندنا الجماعة وهي نيمة تتبه تحلم من حد مثلا بيجرى وراها تسكينها ودي شخصا مش شخص يعني ايه تفسير الحلم ده يا شيخ المنام ده يا اسلام متكرر ولا مرة واحدة لا على ايام يعني ما يحصل بالتكرار على ايام يا شيخ على ايام هم الجماعة دول ما يصلوا لا قليل يعني ممكن تصلي مرة وتترك الصلاة مرة انت من اي البلاد يا اسلام انت من الصعيد لا من الشرجية يا شيخ والله من الشرجية كلاما كلمة الجماعة دي معناها الزوجة يعني كلامي لو يقولك الجماعة دول الجماعة بتاعته معناها الزوجة ايوا الزوجة حفسرك يا اسلام اسمعنا بالتديفزون تمردو 1985 حبيبي حسنا في الصعيد لما يقولك اش الزوجة لا الجماعة بتاعته كذا كذا فموضوع هذا المنام يبين ان الزوجة مقصرة جدا في طاعة ربنا مقصرة جدا جدا فعشان كده ما تشوف هذه الأحلام متكررة ودي رسالة لها ليس لها بل لكل الأمة كل اللي اسمعنا الآن حافظوا على قراءة آية الكرسي نقول هذا الكلام ملايين المرات حافظوا على قراءة الكرسي تحفظوا أنفسكم وتحفظوا أولادكم عاوز ربنا أحفظك من كل سوء في الصبح وفي الليل قول آية الكرسي ولما تصلي ولازم تصلي في الخمس أوقات بعد كل صلاة تقول آية الكرسي والله أعلم فاصل ونواصل معكم فانتظرون بعد الفاصل كان معنا المهندس الصوت في الفقرة الأولى كان جل على حاجة في الإربيز في السماعة يقول لي تأويل القطة في المدام إيه القطة ملاش تأويل القطة لها ألف ألف تأويل على حسب الرؤية وعلى حسب الرأي ممكن القطة تكون زواج ممكن القطة تكون حمل ممكن القطة تكون إنسان مسالم إنسان محبش المشاكل أو الكلافات ممكن القطة تكون إنسان عنده الشخصية إنسان سلبي يتعامل مع الناس بعدم جدية وهناك أمور كثرة جدا ممكن يكون إمرأة خبيثة إمرأة دئيمة إمرأة ماكرة كل شيء في علم الرؤى والأحلام له حاجة عامة ولكن يتفرع منه تفسيرات كثيرة جدا جدا في الرؤى والأحلام ما نحن قلنا عزواج المعادل السوق ممكن يقول لي عروسة المخرج مقول لي ممكن تكون عروسة ممكن تكون عروسة والله أعلم أسأل الله أن يرزقنا العلم والفهم والمعرفة والإخلاص وأن يحفظنا ويحفظنا جميعا ويحفظ مصر الحبيبة يحفظها من المكر ومن الخديعة ويحفظها من أهل الجهل والتخلف معنا نادية اتفضلي يا نادية اتفضلي يا نادية ألو أيوة يا شخص أيوة تفضلي على مالك وبرعتك يا نادية أيوة أنا أبني كلمتك من سويا أنا حلمت أني أمي متوفية وكده بتأجي في الحلم أنها تعبانة هي تعبانة آه تعبانة بس مش عارفة وجعدة مكانة يعني المكان اللي كانت تعبانة فيه بس تريد بتتكنم أو بتتحرك ومارات بيديلي فرحانة ده هي زعلانة عليكم لما تجي فرحانة وزعلانة الضد بالضد ايه معناها ولذلك بعض الأحيان تجي منام يندى تبين أن هذا الرجل أو هذه المرأة في الجنة وبعد كده تجي منام تجي منام الرجل ينزعج والمرأة ينزعج ده أنا شفت أمي أو أبويا من أسبوع في مكانة طيبة لماذا أرى هذا المنام المزعج معناه إذا جاء بهابل بالحالتين دول يدل أن المي الزعلان هو زعلان عليك مش منيك في بعض الأمور تحدث معك في الحياة هو متداي وزعلان وقيسي على هذا المنوال والله أعلم اتفضل يا أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا حلمت أن أنت سنة كم سنة؟ أنا عندي 11 سنة ربنا بارك فيك وربنا يحفظك وياسونك اتفضلي يا رب أنا حلمت أن كنت بايتها عندي ستي أنا وماما تمام وأنا كنت مصاحية أقول لها على حاجة تمام بتقول لي سبيها سبيها الوقت متأخر رأى أمي حازم نزلني تحت في الشرع ونزلني بعربية ميرات بس ما عرفش ليه كنت مش عارف رأي حابين بعدين قاعد يقول لي يلا إنجزي عشان عايز أروح مش هامو يعني بعدين تلاكت عندي تيتها وأنا عمالة عيات لقيت عمتي وبنتها عمتي قاعدة في السلامة جميت تيتها وعملت عيات وبعدها قاعدة ما بتكلمش وعمل رسالة في الأرض بعدين بنتها كانت عمالة الصوار وأنا عمالة عندي ستي وقضيتها بتقول لي قاعدة جاية إحنا اللي نخدمها بعدين لقيت عمتي التانية قاعدة في الأود هي وعيالها ومصدومة من اللي حصل وبعدين بقى لقيت خالي في نفس البيت في أم أبي خالي بقى وامراته قاعدين دم الباب لقيت بقى حد مكلمها وبيقول لها إن ماما ماتت فقالت يا له الصوت عالي وخاله اتخض من الكلمة فبيقول لها إيه قالت له إن ماما ماتت فأتخض وراح إيه دخل جواه في الأودة وسكت ومبا وبش زهر تاني بعدين لقيت ماما وابا إيه في المطبخ وبتهم البخور الحشرات بموت الحشرات بعدين سهيت لقيت نفسي عمالة عاية في الحقيقة بعد المسخيط عمالة عاية هي الجدة متوفى وعلى قيد الحياة جدتك اللي ماتت في المنام اللي هي شيخ الجدة اللي ماتت في المنام على قيد الحياة ولا في الحقيقة متوفية لا هي عايشة تمام هي تعاني من تعب أو مرض وقت التلفزيون وقت التلفزيون يا نادا لا لا ما فيش أي حاجة لا ده يدلين ربنا حيحفظها من النصائب والأحزان ربنا حافظها من أشياء كثيرة جدا وأنا سألتك يا محمد قبل المنام أقولك في حد زعالك قلت الإنسان لا يخلو موضوع الذباب اللي بنت اللي شافته وموضوع اللي كنت متده في حد زعالك زعل شديد جدا وفي حد عملك مشاكل أو خلافات أو عملك بعض الأمور في الحياة أسأل الله أن يحفظك ويصونك ويرعاك طب هو أصلا زوجي محبوس بس هم ما بيسألوش يعني فيه يا شيخ ده اللي علاقة بالحل ها ممكن ما هو دي يدل على النكد ودل على الهم اللي انت فيه ودل على المشاكل أو انت زعلانة ويقضى على خاطرك حيتكلم عنك بكلام لا يجوز في شريعة الإسلام وقيس على هذا المنوال سواء من هؤلاء أو من غيرهم اتفضلي يا أم محمود معنا آخر اتصال فضلي يا أم محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمود ازيك يا شيخ الحمد لله يا فنم تمام كل طرح حدثك طيب صحة وسلام يا أم محمود طب يا بارك فيك أنا حلمت يا شيخ ان انا في مرة ماشي في الشارع وكنت حافية وكده تمام ورجلك هتلاحوس أسراب وسينا تمام والحلم ده تقرر معي مرتين فالحلم ده قال لي اني بصراح انت زوجك معاك يا أم محمود ولا مسافر لا بيروخ ويجي يعني اقول له معاك لو مسافر تقول له روح ويجي ايه يعني روح ويجي يعني يعني ايش موجود معي على طول لا بقول لي مش موجود مع مسافر اسم مسافر او يعني حاجة زي كده تاريب بس بيذلي ان هناك امر من الامور انت تحتاجي وانت طلبا ولكن هناك بعض الامور لم تكتمل معك اسأل الله جل وعلا لك التيسير وصلاح الحال واسأل الله ان يحفظك ويحفظ زوجك ويحفظ اسرتك الكريمة ان شاء الله ام محمود كذلك ايها لحبة القرام نحنا كان نهاردة حلق استثنائية كان معدنا ام بارح بالامس الساعة السادسة مساء والجماعة ضمن نهاردة خلوها حوالي ساعة ونصر حلق النهاردة بارك الله فيهم فان شاء الله انتظرونا يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة بارك الله فيكم ويزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته